مساء الخير يا كابتن عامي مساء الخير يا كابتن ألف ألف مبروك كابتن محطة طبعا النهائية قبل الفاينال كان مهم جدا صعب جدا يعني قبل المباراة الأرقام كانت بتقول حاجة تانية وقلنا طبعا المستطيل الأخضر هو الفايس فكان بصراحة مباراة صعبة جدا الأهلي في الأربع مباراة يا كابتن بعد العودة طبعا من مباراة مزينبي كان يعني عنده تحدي كبير جدا الحمد لله أربع مباراة 12 نقطة عايزة أفكر حضراتكم إن احنا كنا يعني كان الأهلي وقتها كان أعتقد في المركز 11 ب21 نقطة يعني بنتكلم من 11 مباراة أربع مباراة يعني النهاردة وصلنا طبعا يعني للمركز الخامس في 12 نقطة يعني فيه يعني بنتكلم على 33 نقطة دلوقتي يا كابتن أيمان يعني بنتكلم في 12 نقطة في الأربع مباراة لا أعتقد إن احنا دلوقتي باني في المركز السادس لأن نادي الاتحاد كسب المقاولين بقى عنده 35 نقطة أعتقد الخامس حتى بعد فوز الاتحاد يعني يعني أعتقد كده لإحنا دلوقتي بتكلم في 12 نقطة في الـ في أربع مباراة الاتحاد الرابع كابتن بالضبط الاتحاد بقى الرابع الاتحاد الرابع والأهل الخامس يعني بين الخامس مظبوط 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 ده بسبب طبعا أن فوز الاتحاد النهاردة كان ممكن أن نطلع في المربع الزهبي ولكن دوله مكسب للاتحاد مظبوط نتكلم طبعا ده شيء إيجابي في الأربع مباراة وكان مهم جدا قبل طبعا نذهب للفاينل نرجع لمباراة النهاردة المباراة النهاردة كابتن قسمناها لجزئين هنتكلم على الشرط الأول هناخد منه بس 3-4 نقاط مهمة جدا نبص عليها وحضراتكم شرحتوها بالتفصيل إن احنا طبعا الاستحواز في الشرط الأول كان 71% لنادي الأهلي مقابل 29% للبلدية أربع رقنيات و3 رقنيات للبلدية وأربع رقنيات للأهلي تزديدات على المرمى ما شفناش خطورة كبيرة جدا لأهلي 7 تزديدات منهم واحدة بس يعني دك 14% الناحية التانية برضو ما كانش فيه خطورة ما كانش فيه تزديدات ولا وصول اتنين فقط واحدة منهم فرص عند الاهلي وصل لخمس فرص مقابل اتنين للبلدية والأهداف بقى المتوقع عند الاهلي كان ممكن نحرز هذا يعني من واقع الفرص الضائلة ديت التمريرات بقى البينية وده بقى الحاجة اللي احنا عايزين يشير عليها في او اليها في الشوط الاول ان الاهلي عمل تمريرات بينية كثيرة جد على العكس من العرضيات ان 9 عرضيات في الشوط الاول منهم بس اتنين بشكل صحيح بدقة 22% اما التمريرات البيينية كانت عند الاهلي كانت واضحة جدا 14 تمريرة والنسبة بقى للعرضيات عند بلدية المحلة شفنا 7 عرضيات منهم واحدة بس بشكل صحيح بنسبة 14% يعني دي ارقام الشوط الاول اهم الارقام فيها زي ما قولنا هي التمريرات البيينية الكثيرة العرضيات ما كانتش بشكل كبير وزي ما كابتن بلال قال بقى الشوط التاني كان نخد شكل تاني لان بدأ نفتح الملعب ونبص على ارقام المباراة بشكل عام هتورينا بقى ان الاهلي ازاي ان هو قدر ان هو يمسك الكرة بشكل اكبر طبعا الاستحواز مازال كان للنادي الاهلي يعني نسبة كبيرة جدا 72% مقابل 28% لبلدية المحلة يعني نتخيل ان الاستحواز بالدقيق حتى الكرة في ارجو لعبة النادي الاهلي لوسط 31 دقيقة يعني صافي نارده من اجمال المباراة خالده رقم او نسبة دقائق كبيرة جدا بتشير وحنشوفها بالتمريرات النادي البلدية المحلة 10 دقائق الروكنيات عند النادي الاهلي 8 يعني قلنا 4 في شوط الاول و4 في شوط التاني عند البلدية 5 ركنيات كان عندهم 3 في شوط الاول و2 في شوط التاني تسلل نارده ده رقم غريب شوية ان الاهلي وقع في تسلل 6 مرات في اجمال المباراة مقابل تسلل وحيد لبلدية المحلة نتابع بقى المحاولات والتزديدات هيت خلاص بقينا 22 تزديدة منهم 6 على 3 خشبات بدقة 27% نادي بلدية محلة 7 فقط و 4 بشكل صحيح بدقة 7.5% الفرص بقى لأهل ضاعف فرصه 17 فرصة مقابل 5 فرص لبلدية المحلة ولكن الـ XG عند النادي الأهل النهاردة من وقع الفرص والتزديدات ده كابتن كان ممكن نصل لأربع أهداف نتخيل في أرقام بتقول لنا النهاردة ضاعنا فرص كبيرة جدا مقابل فرصة أهداف المتوقع عند بلدية المحلة قد يصل الهدف وده ما يتحقق بالنسبة لهم تمريرات الصحيحة نتخيل النهاردة الأهلي عمل 518 تمريرة صحيحة من 600 حاجة و 70 رقم كبير جدا وصلنا لدقة 84% التمريرات الصحيحة عند بلدية المحلة 138 تمريرة فقط صحيحة بدقة 58% وده تعكس وشفناه في أرضية الملعب يعني كان في تشليل بشكل كبير جدا ما كانش البلد أب عندهم واضح وكان الكرات شورت باص مش كتير نخش على الكرات التمريرات الطولية 53 تمريرة طولية عند البلدية منهم 14 بس بشكل صحيح بدقة 26% أما النادي الأهلي 58 منهم 20 صحيحة بدقة 34% هنا برضو تمريرات البينية كل منهم 14 ضعفنا الرقم 28 فبدأ الأهلي يلعب عرضيات وبدأ يلعب كرات بينية بشكل كبير جدا حتى العرضيات 21 عرضية منهم 6 بشكل صحيح بدقة 29% ناحية التانية برضو عند البلدية 17 منهم 5 بدقة 29% تصديات حراس المرمل مصطفى شبير شال 3 حرس بلدية شال 5 تصديات ده بشكل عام كده يا كابتن إحنا النهاردة متخيل أن أعلى سكورب في الأرقام دي زي ما كنت بقول لحضراتكم عمر كمال في 13 أو 12 ديئة لأنه عمل تحول للمباراة بشكل كبير جدا بالإضافة لإحسين الشحات لكن إحنا هنركز ليه على عمر كمال خد أحسن سكورب من واقع الأرقام للحاجتين اللي إحنا دامنا نتكلم فيه من ناحية الهجومية والناحية الدفاعية في النحية الهجومية رجل أحرص هدف عمل أسست وعنده كي باس صناعة فرصة محققة النهاردة واحدة ده من ناحية الهجومية أما من ناحية الدفاعية كان عنده طبعا من في الالتحامات الصنائية والمواجهات الصنائية يعني أعتقد اتنين وكسب منهم اتنين يعني كل المواجهات اللي هو لعبها النهاردة كسبهم حتى المحولات اللي هي الالتحامات الهوائية برضو كان ليه جدور كبير جدا عمر كمال فيه 13 ديئة اللي لعبه فبالتالي هو كان أفضل سكور النهاردة النهاردة كابتن كان فيه فرص كتيرة جدا عند النادي الأهلي حضراتكم وصفتوها يعني لو تكملة للفرص دي كان فيه حالات كبيرة جدا بتشير أننا في الشوت الأول كان النادي الأهلي عنده فرص كبيرة جدا لأن الماتشاط السابقة عند بلدية المحلة شفنا الأهداف حتى اللي دخلت فيهم كان عندهم مشاكل كبيرة جدا في التمركز في الرقابة وخاصة من الكرات السابقة أو الكرات العرضية المتحركة كانت بتشكل خطورة عليهم وشفنا هدف سموحة وشفنا قبل كده هداف داخل فيهم بنفس الشكل شفنا فرص النهاردة فرصة كبيرة جدا من فاول برضو من كرة سابقة لعبها رضا سليم نزلت بسهولة جدا عند كهرباء وضاعت كان فيه فرص كبيرة جدا القطعة اللي شفناها بتاعت أكرم ويتلعبت برضو كانت فرصة خطيرة جدا كملت يعني احنا لو الشباب كانوا معقل نبليل حالات ولكنها تكملت اللحظاتكم قلتوها هي مجرد عايزين نقول ان احنا عندنا فرص ده أرقام عمر 13 زي ما قلنا هو ناكبت اللامس كرة 26 مرة يعني رقم أولا جدا بس هنا بقى التأثير تأثير اللاعب من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية زي ما قلنا جون وعمل أسست وعمل كي باس وكان ليه دور كبير جدا نكمل عشان نشوف برضو الناحية طبعا التحامات زي ما قلنا وإيه التدخلات عرضيات النهاردة عمل 3 كروس منهم واحدة بشكل صحيح في 13 دقيقة دول تبريات مفتحية واحدة التحامات هاوية زي ما قلنا واحدة وكسبها وإيه التدخلات السنائية 2 وكسبهم برضو بشكل كبير ده بشكل يعني مختصر عن أرقام النهاردة الإيجابية طبعا الفوز المهم يعني ليه دور كبير جدا من ناحية النفسية والمعنوية قبل المواجهة القادمة شكرا جزيلا يا باز والتوفيق النادي له المباردين القادمين